توجد شركة بابكو للتكرير الإفادة بأن السقف العائم المتضرر لأحد الخزانات النفطية في حق الخزانات سترة قد تم إنزاله بنجاح وأمان إلى موقعه في قاع الخزان حيث تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل الذي وقع مضحة بأن كمية منتج النفثة المتبقية في الخزان قد انخفضت بشكل كبير حيث جاري الانتهاء من تفريغ الخزان بشكل آمن وتدريجي إلى خزان آخر وقد قام فريق الطوارئ المشترك وبدعم استثنائي من وزارة الداخلية والدفاع المدني والمجلس الأعلى للبيئة باتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمن اللازمة بهذا الشأن كما تم تعيين عدد من المختصين للقيام بمهام تثبيت السقف العائم المتضرر للخزان وضمان استقراره بشكل آمن في قاع الخزان وتجدد شركة بابكو للتكرير في هذا السياق تأكيدها بأن سلامة المجتمع دائما على رأس أولوياتها يهمنا في شركة بابكو للتكرير أن نوافقكم بمستجدات التعامل مع الخلل الذي وقع في أحد الخزانات التابعة للشركة في منطقة سترة ونود الإفادة بأن السقف العائم المتضرر للخزان النفطي قد استقر بنجاح وأمان ولله الحمد إلى موقعه في قاع الخزان وذلك اليوم الثلاثة وعشرين أيبرل الفين واربع وعشرين حيث تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل وبالنسبة بالطبع لكمية منتج النفثة المتبقية في الخزان فقد انقفضت بشكل كبير ولله الحمد حيث يجري الآن تفريغ الخزان بشكل كامل وتدريجي وذلك بتفريغ المنتج إلى خزان ثاني وذلك حسب معايير السلامة المعتمدة عالميا كما تم تعيين فريق مختص للقيام بمهام تثبيت الصقف العائم المتضرر للخزان وضمان استقراره بشكل آمن ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر